يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال لو اول مرة تشوفوا لي فيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب من الزرار الاحمر الى تحت واتفعلوا جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل لكم متنسوش تعملوا لايقات كتير للفيديو ده عشان يوصلوا اكبر عدد من الناس الفيديو ده هنتعلم في حاجة جديدة قوي سهلة وبسيطة كلنا بيجلنا رسائل على الجيميل اه او من من الجوجل نفسه او من اليوتيوب وكمان على موزم الوقت الرسائل دي بتجلنا بالانجليزي عايزين الرسائل دي تجلنا بالعربي عايزين نعرف نصبتها زي ان هي تجلنا بالعربي عايزين نعرف ايه اخر التحديثات اللي تخص اليوتيوب والأدسنس او اخر الاخبار اللي تخص اليوتيوب والأدسنس ويجلنا بيها رسائل نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده ونقدر نخلي آآ آآ جوجل او اليوتيوب او آآ يبعت لنا الرسائل دي بالعربي او يبعت لنا الرسائل دي اصلا آآ نقدر نعمل ده او نقدر نعمل ده بكل سهولة طبعا آآ آآ تعالوا نشوف آآ هنعمل ده ازاي آآ اول حاجة بندخل جوجل كروم على استوديو منشئي المحتوى ماشي على القناة بتاعتي الناس اللي مش بتعرف تفتح القناة من آآ جوجل كروم هنتعلم قريب ازاي نفتح القناة من جوجل كروم تعالوا هدخل على الايكون بتاعت قناتي وهدخل على كلمة قناتك دي طبعا انا عاملة اصدار سطح المكتب او آآ حاجة اسمها الموقع الالكتروني بنجيبها منين بنجيبها آآ من هنا اصدار سطح المكتب او الموقع الالكتروني بنجيب الموقع الالكتروني وهرجع تاني اضغط على آآ قناتي على الايكون بتاعت قناتي وهضغط على كلمة الاعدادات دي الاعدادات دي دخلتني على صفحة جديدة عندي على ايد اليمين مكتوب الحساب ومكتوب اشعارات ومكتوب التشغيل والاداء ومكتوب الخصوصية والتطبيقات المرتبطة حاجات كتيرة الاعدادات المتقدمة ما علينا احنا مش عايزين من كل ده غير الاشعارات هندغط على كلمة الاشعارات دي او اشعارات دي آآ دخلت على الاشعارات عندي اختيارات كتير جدا عندي اشعارات على سطح المكتب خيارات مفضلة زي الاشتراكات الفيديوهات المقترحة النشاط على قناتي ارسال اشعار آآ بشأن التعليقات والنشاطات مثلا الردود على التعليقات الاشعارات المحتوى المشترك آآ عندنا بقى هننزل تحت فيه حاجة اسمها ارسال رسائل الالكترونية بشأن اخر الاخبار عن منتجات المخصصة لليوتيوب وعندنا ارسال رسائل الالكترونية عن نشاطي على اليوتيوب وعن الاخبار اللي انا عايز اعرفها عن اليوتيوب مثلا طبعا احنا بنفعل الحاجة اللي احنا عايزين نعرف عنها بس انا نفعلها كله عشان اي حاجة توصلني تشوفوا الاختيار الاخير اسمه اخر الاخبار والمعلومات المتعلقة بمنشئ المحتوى يمكنك الاطلاع على الاخبار المتعلقة بالمنتجات والفعالية المخصصة لمنشئ المحتوى والحصول على معلومات مخصصة تساعدك في تطوير قناتك على اليوتيوب ده فعلوها هتتعلموا منها حاجات كتير جدا هتفيدكو في قناتكو وهتفرق لكو كتير كتير ان شاء الله اللغة اللغة عندنا تحت اهي لغة البريد الالكتروني بقدر ان انا اختار اللغة اللي انا عايزها اللغة التلقائية بتكون انجليزي انا اخترت اللغة العربية عشان مش كل ما تجيلي رسالة فيها حاجة مش قادرة ان انا اعرفها اترجمها لا انا اخترت اللغة العربية على طول فهتجيلي رسالة ان شاء الله بالعربي اقدر ان انا اعمل حاجة زي دي على حساب اقدر ان انا اعمل حاجة زي دي على حساب بس بشكل مختلف شويتين هدخل حساب واشوف دخلت حساب بتاعي اضغط على الثلاث شورت اللي على جنب وهتغط على كلمة الحساب والاعدادات الشخصية الاعدادات الشخصية جايب لي تقرير التجارب التلقائية تقرير سياسة اه ادسنس اليومي اه الرسائل الالكترونية التسويقية اقتراحات مخصصة اه رسائل اخبارية اه استطلاع رأي عروض اه معلومات عن منتجات وخدمات جوجل اه من الافضل ان انا اعلم عليهم كلهم بالازرع مفيش اي مشكلة خالص كمان عندي تحت لغة العرض بختار اللغة العربية وبكده الرسائل دي بتوصلني ان شاء الله بالعربي اهي اللغة العرض بختار اللغة العربية وبكده بتوصلني الرسائل بالعربي ما بحتاجش ان انا اترجمها ده كان فيديو النهاردة اه ازاي توصل لنا رسائل عن كل ما يخص اه اليوتيوب منشئي المحتوى اه ادسنس اه اعملنا تقريبا شرح كامل عنه اه اتمنى الفيديو يكون عجبكم كل سنة وانتو طيبين وآآ رمضان كريم عليكم اي رسالة كده تقدر ان هي توصل لنا هتوصل لنا باللغة العربية اه بلغتنا مش هنحتاج لترجمة مش هنحتاج لأي حاجة خالص اه كمان كده بتقدر ان اي حاجة تخص اليوتيوب والادسنس والمنشئي المحتوى توصل لنا بيها رسائل ان شاء الله اتمنى الفيديو يكون عجبكم اتمنى ان انتو تكونوا دايما على خير لو وصلتوا للنقطة دي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة واتفع له جرس التنبيهات واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي باي باي